ناخد في اعتبارنا كده في بداية الكلام انه زي ما احنا شايلين هم وهو هم تقيل بصراحة مواجهة السنغال هم كمان شايلين هم مواجهة منتخب مصري وزي ما قلت لحضراتكم انه منتخب السنغال منتخب من العارة تقيل منتخب عنده عناصر على اعلى مستوى برضو بقول انه هم بصن لنا نفس النظرة وشايلين همنا وشافين انه منتخب المصري منافس قوي جدا ليهم وان التذكرة لم تحسن بعد الكلام والحقيقة يمكن برضو دي حاجة بشوف هتصب في مصلحتنا ان المواجهة الاولى في القاهرة والاهم من ده انه في ملعبنا ووسط جمهورنا اللي ان شاء الله يملى المدرجات ويد الشحنة اللي تخلي لعبتنا تقدم احسن ما عندها ولو لعبتنا عندها نفس الروح اللي لعبت فيها في بطولة افريقيا نفس الشخصية المنتخب اللي ظهرت في الكاميرون اعتقد بإذن الله بإذن الله نقدر نعمل نتيجة كويسة نركن عليها ونشوف بقى هنبقى نعمل ايه مع أسودة رنجا في داكار خلينا نتكلم اكتر عن منتخب مصر والسنغال المواجهة المنتظرة مع نجمينا وضيفنا النهاردة اللي بيشرفنا في السادسة كابتن محمد حشيش ودائما رجل ده الحقيقة يعني قبل كل المطشاط المهمة وفي المناسبات بيبقى لي كده يعني أراءه وجهات نظر حتى ممكن نتكلم بعد ما بتحصل هو بعد يقول لي صفت حصل نور الدنيا كابتن حشيش ربنا نخليك أحمد زيك انت عاملين كويسة أنا عجباني الضحكة والتفاول في البداية كده إن شاء الله بإذن الله دايما متفاعلين دايما متفاعلين إن شاء الله بس مع التفاول برضو فيه فيه ألق وفيه حزر وفيه حساب لمنتخب كبير جدا جاي قاهرة يلعبنا وعنده برضو فرصة كبيرة جدا الحقيقة عشان كده السيناريو الناس كلها بتتكلم فيه أنا مش هتكلم معك في الاختيارات لأنه الناس برضو كالعادة يعني ما عملش حاجة جديدة مستر كيروش مش راضية قوي قوي شايفة إنه فيه أسماء كان لابد على أقل في مواجهة القاهرة إنها كانت تكون موجودة لكن خلاص إحنا قدام أمر واقع لكن نتكلم على أسوب والطريقة الأنسب ونحدد الأول قبل الأسوب والطريقة إيه الأهداف من مباراة القاهرة بص إحنا عايزين نتفق إن ما فيش حد دايما بيتفق على رأي واحد تمام يعني أيا كانت الاختيارات اللي مش عايزين نتكلم فيها ونخد فيها لأنه ما فيش وقت للانتقاد دلوقتي بس فيه حاجات كانت ظهرة أولا كابتر حاني طبعا أنا معاك كان فيه حاجات ظهرة وكان فيه ناس فيه حاجات كتير أولا كان ممكن تصنع الفارق صحيح بس بنقول يعني الوقت ده مش بتاع الكلام إننا يعني خلاص إحنا بنتكلم النهاردة الثلاث أربع خميس الماضي يوم الجمعة مصبوط فكل الدعم وكل الحماس وكل الكلام الكويس لازم نقوله في الفترة دي نعدي المبارتين وبعد كده هو مش مش شك في إمكانيات الأسماء اللي تم اختيارها بالعكس إحنا واصفين فيه إحنا بنقول أفضل بزبط كده ممكن كان يساعد في حاجة ورقة اتنين طبعا ممكن تحتاجهم في وقت من الأوقات حسب سيناريو المباراة كان ممكن وعايز أقول لك إن المتشاط دي بتخلص بحد بيعمل حاجة بتعدي خلاص يكون يومه يعني والله ده اللي إحنا قلنا إنما برضو هنرجعوا نقول ماشي الحال الدنيا ماشية عايز أقول إن الدوافع للفرقتين واحدة سينغال اللي هنتكلم عليها في البداية فريق كبير مليان كنا أكتر فرق في إفريقيا مليانة محترفين في أحسن أندية الأوروبية أهم بطولة عندهم هي البطولة اللي بتؤهل للمونديال لأن ده حلم الناس كلها أسعارهم بتزيد بصعودهم أو بشتركهم في المونديال بيتشافوا طبعا على أعلى مستوى بتزود قيمتهم في الاختيارات بعد كده بالنسبة لأفضل لعبة سواء على مستوى الفرق بتاعتهم أو على المستوى الدوريات اللي بلعبوا فيها واخدين بطولة إفريقيا صحيح ما كسبوش المنتخب المصري خدوها بالضربات الترجحية إنما هي بطولة طبعا تتحسب لهم أو بطولة في تاريخهم كمان بالضبط تتحسب لهم جيل ده يعني حاسس بأنه عمل إنجاز أكيد والمدرب بتاعهم نفس القصة برضو ما كانش له حظ إن هو ياخد البطولة فبياخد معهم البطولة ومستمر معهم بقالوا تلات سنين الحياة معهم فهم كفرقة طبعا فرقة قوية مليانة زي ما قلنا محترفين أسماء على أعلى مستوى أعلى الدوريات عندهم يمتلكوا من الخبرات ومن المهارات لعيب واحد محلي بحرس مرمى كلهم محترفين أو تاني كمان مش مثلا يعني الأساسي ده كارسة كارسة يعني حرص المرمى بصراحة أنا بشوفها متكافأة في الفريتين يعني الشناوي أولا ما بيلعبش في أوروبا بس أنا شوف الشناوي لا يقل عن أي حرص من حرص المرمى وشوفنا بعد المباراة النهائية بتاعت إفريقيا لما راح سلم على أبو جبل وقبل كده يعني هو عارف إن فيه خرس مرمى على مستوى عالي لو جينا المتخدم الشناوي وأبو جبل يعني عليهم دور مهم جدا في المواجهتين الجون دلوقتي أحمد زي ما بنقول بالبلد كده نص الفرقة يعني لما تكون انت بتلعب وراك جون خبرات وجون قوي بتأخذ السقه وخصصا بالذات الديفنس نفسه يعني المدافعين لما يبقى أراهم جون بيطلع فكار العالية وطبعا عنده ارتفاعات زي الشناوي أو أبو جبل اللي كان اللي هلعب دي بتدي ثقة طبعا للديفنس والفرقة كلها لو هنتكلم طبعا على منتخب مصر طب معلش تكملي السنغال السنغال جاي عايزة إيه السنغال جاي عايزة تكسبك هنا جاي عايزة تكسبك هنا طبعا طبعا لو ما فكرش أو لو فكر غير كده يبقى غلطان لأن هي المباراة الأولانية هو عنده من الكفاءة والقدرات والسرعات أنه يقدر يجيب أهداف يحرز أهداف فيقول لك الله طبعا أنا مش هستنى للمرحلة التانية عندي طبعا أنا خلص من هنا واضغط على الفرقة ما ديش للمنتخب المصري المساحة أنه هو يلعب علي أو يحرز أهداف أو وصعب الموضوع في المباراة التانية طبعا أنا هنا ما أطلع بأحسن النتيجة فمش هيجي استسلم بالعكس ده هو هيجي من البداية ضاغط لأنه هو كمان عنده الثقة في نفسه من البطولة اللي خدها الأفريقية وإحساسهم أنه لا ده إحنا كعبين عالي بقى على مصر لا ما فيش طبعا كلام في الكرة كده يعني الفرقتين كابتن حشيش عايزين يكسب طبعا يعني من المنتخب السنغالي مش جاي مش جاي ياخد ماتش لا وكلام الكلام القديم بتاع زمان أن أنا أطلع بقى الفصارة عشان لما رجع أرضي الفرقة كبيرة دلوقتي بتحط دماغها في أي ماتش إنها لازم تكسب وزي بقول لك عندها المؤهلات وعندها الأدوات اللي تقدر تعمل المباراة كويس الفرقتين بالنسبة لبعض يكتب مفتوح طبعا لعبين قدام بعض لسه 120 دقيقة على أهم لقب قاري المديرين الفنين واجهوا بعض وحفظين بعض وعرفين بعض كويس جدا وبالتالي مع دوافع السنغال أو أهداف السنغال حاج بتكلم عنها منتخب مصر السيناريو الأمثل لمواجهة منتخب يملك من الشراسة الهجومية الكتير ويملك من الأوراق الخطيرة الكتير السيناريو الأمثل لمواجهته في مباراة القاهرة أولا بص أول حاجة بنقولها في الموضوع ده إن أهم حاجة اللعيبة أو التشكيل الأساسي اللي حينزل به كروش المطش يكون في يومه في أحسن حالاته يعني إزاي كروش يوصل المنتخب يوم الجمعة إن شاء الله إن هو نفسيا مؤهل قبل بدنيا وتكتيكيا وخططيا وفنيا لازم الدوافع طبعا تعلق أو تزيد قوي السقة بالنفس لازم تبقى كبيرة بنلعب أستاذ القاهرة والذي هو ذكرات كبيرة مع منتخب مصر بنلعب قدام جمهور إن شاء الله كبير جدا يملى الأستاذ إن شاء الله الحمس المصري والروح المصرية بتفرد نفسها في المباراة دي وبتبقى العامل الأساسي في تحقيق المكسب دي أول حاجة بس أهم حاجة زي بقولك إن اللعبة تكون في حالات يعني كله يبقى رجلي شايلة كله فت كله مركز تركيز جامد جدا بغض النظر بقى إحنا هنلعب إزاي اللي هو هنتكلمها لو هنتكلم إحنا هنلعب إزاي أنا رأيي هقوله بس أنا حاس إن هو هيلعب برضو بحاجة تانية كيروش ما بيغيرش كتير سواء في التشكيل أو في الأفراد أو في الطريقة هو هي الناس كلها متفقة على تقريبا 70% من التشكيل هو خط النص اللي محيارنا وخط النص اللي هيبان عليه هو العامل الأساسي كمان في المباراة دي وهيبان عليه شكل المنتخب وطريق التفكير كيروش في مواجه السنغال في القاهرة أنا شايف إنه إحنا ما قدمناش حاجة إن إحنا نهاجم يعني إحنا لازم إنت لازم تهاجم لازم نهاجم لازم تهاجم من أول دي عشان حاجتين عشان نهاجم ونجيب جوال تريحنا في مباراة السنغال وعشان ما نديش الفرصة إنه السنغال تهاجم ولقد الله تسجل فينا هدف هنا بص أحمد أنا يعني من أنصار إن أنا دايما ما بعظمش قوي ومبالغش قوي في الفرقة اللي قدامي يعني هو لازم يعمل كده ما يعظمش ومبالغش قوي في الفرقة اللي قدامه بحيث إن أنا يقول للعيبة إنه إحنا هنلعب تلاتة ديفندر وحنقفل وحنعمل عشان كذا ده بيدي انطباع للفرقة إن أنت نازل قلقان وخايف آه الخوف بس الخوف مع الثقة أنا لو هلعب لازم ألعب بصنع ألعاب لازم تلعب بصنع ألعاب عايز تبتدي بأفشة كابتن حسين عايز تبتدي بأفشة أه أستغل أولا حالته الكويسة خلال الفترة اللي فاتت مع النادي الأهلي يمكن هو من فترة أبعد منها شوية ما كانش أفشة اللي إحنا عارفينه أه بالظبط إنما رجع رجع لمستوى بدليل إنه هو أخده عشان ما حدش يقول بس أصله أخده عشان عبدالله سعيد مش مجلأ أو لو مش كويس ما كانش خده فأنا في رأيي لازم أفشة يبقى عنصر أساسي في المبورة دي طب ما تبتديها من وراء اللي إحنا بتبتدي أنا بقول الشناوي الشناوي طبعا هيلاعب عمر عمر كمال عبدالواح سيلاعب أخذ عمر الثاني أنا عارف أخذ عمر جابك بس أنا بقول عمر كمال هلعب كمان اللعب اللي كان معاه من أيام بطول عربية وبعدين البطول الأفريقية ولعب وشاف وزي أقول لك أنا ما بيميلش للتغييرات بلعب بالناس اللي عارفها فحيبقى محمد عبدالمنعم والونش وفتوح محمد عبدالمنعم والونش وفتوح نص الملعب أنا في رأيي يلاعب اتنين ديفندرات عمر السلية مع حمدي فتح أو النني على حسن بردو السلية أساسي ويصدر واحد من الاتنين من الاتنين حمدي أو النني ويلعب قدامهم أفشة ويلعب ناحية اليمين طبعا صلاح وناحية الشمال يبدأ بتريزيجي ومصطفى محمد ده التشكيل اللي أنا بقوله اللي هو مش هيحصل اللي هيحصل بقى من وجه اللي هيحصل هيلعب بتلاتة وراء تلاتة وراء تلاتة وراء وحيلعب طبعا بصلاح ومصطفى محمد ومرموش هو هيلعب كده ليه بقولك أفشة وليه صنع ألعاب المباراة اللي زي دي من البداية لازم عشان تهد أي فرقة قدامك في أول عشر دقايق هو موضوع الاستحواز الديفندرات التلاتة ما بيجدوش الموضوع الاستحواز لازم يكون فيه واحد واقف على الكورة بيستلهم كورته بيبص بيلعب وبياخدها تاني وتعمل استحواز اللي هو عن طريقه وبقى تقدر تكمل هجماتك إنما لو لعبت لعب صريح من البداية الناس دي طبعا يعني فرقة كبيرة ولعبها خبرات وعارفين بيقفوا ازاي وعارفين بيقفلوا الأماكن الفاضية ازاي فانت حممكن يسيبك تين الف نص ملعبك أو قدام نص ملعبك بحاجة بسيطة هو مقفل فانت محتاج إن أفشا لازم يكون موجود عشان السروباس اللي بيعملها من بين المساكين والبكات لصلاح أوفرات مثلا من تحت المصطفى يعني حاجة لتريزي جي ممكن يخش برضو يخترق بيها وهم عندهم يمكن أضعف خط هو الدفاع عندهم سنغال فبالتالي انت لازم يكون واحد برضو عقل مفكر في الفرقة يعني المباراة دي مش عايز اللعب الصريحة اللعب الصريح ده مع لعبة كبار وخبرات مش 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 هجيب نتيجة ايه المفاجأة من برا السندوق يعني ايه السيناريو المحدش تخياله ومن الممكن مستر كارلوس كيلوش يروح لي في المباراة دي هو انا انا بقول ان هو طبعا هيلعب بالطريقة العادية بتاعته بس هو لازم يغير لانه هو جرب مع السنغال في المباراة النهائية لا يبقى دي ايه يمكن احنا لو تفتكر المباراة نسترجعها بس ما عملش الهجم واحدة بس فيه فيه عامل اختلاف مهم جدا 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 في المواجهة دي تختلف تماما عن كل المواجهات اللي احنا لعبناها طبعا ان دي مبارتين زهاب وعودة بزبط مباراة على ارضك لازم تاخد فيها الادبانتج لازم تستغل الارض والجمهور صحيح وتحقق سكور ايجابي مباراة الاولى عندك والمباراة الاولى عندك وبيتهيق لي يعني كنت لسه بقول لحضرتك قبل هوا لو المنتخب المصري قدر يسجل في السنغال ويحرمها من التسجيل هنا طبعا هيسهل على نفسه قوي مباراة العودة لانه هو هناك هيلعب على نتيجة هنا يعني ممكن يغير تكتيجه خالص لو ان شاء الله اتغلب هنا نتيجة هنا 2-0 مثلا وانت رايح هناك التوتر كل عنده وانت اللي رايح كل دقيقة بتعدي في المباراة بتعمله ضغط عصب يقلق في وسط جماهيره ومغلوب وعايز يحرز اهداف لازم غزبا عنه الخطوط هتتفتح ودي ممكن تدي فرصة لصلاح اللي هو بيجيد طبعا في المساحات لعب كله في المساحات الفاضية وحيبقى برضو العناصر اللي موجودة هنا غير العناصر اللي موجودة هناك النتيجة بتاعة المباراة الاولانية هتفرض عليه تشكيل هناك ايا كانت النتيجة يعني ما نحلمش نلعب مباراة دي مثلا بطريقة جورديولا يعني نستغل الأرض والجمهور والمباراة اللي على أرضنا فنلعب مثلا 4-1 4-1 المباراة دي ما تحتملش بقى فيه ديفندر واحد في نص الملعب يعني تحس ان فيه قوة ضربة خد بالك الرجل المتحفص جدا يعني أنا عبدالي في الأول طبعا هو مختار 23 اسم دي المطش اللي على عرضك يعني اللي انت مفترض فيه انت اللي هتهاجم هتهاجم عناصر هجومية سبع اسماء عندهم قدرات هجومية صحيح و 16 اسم مدفعين صحيح هو ده بيديك انطباع انه هو مش هيغير الطريقة بتاعته ممكن يحط فيها بس اللعبة بقى بالتعليمات او الاضافات او المهام الخاصة لبعض اللعيبة من الديفندرات يعني ماتش زي هنا مثلا لو هيلعب بالتلاتة هيدي مثلا حد يعني ممكن يبقى فيه تبديل وتوفيق مثلا لو هيلعب بالتلاتة حمدي والنني والسلية ممكن يعمل تبادل ما بين النني والسلية في موضوع التكملة الزياد مع المهاجمين بس برضو احنا لعبناهم بالطريقة دي ولعبناهم بالتشكيلة دي وعنينا زي ما بقولك انت موصلتش يعني انت في المطش النهائي انت اغلب المئة وعشرين ديئة انت كنت بتدافع مدافع وما فيش هلا كورة واحدة راحت بس اللي هي تعتبر شبه فرصة مش مؤكدة كمان فانت المعطيات هنا مختلفة وزي ما بقولك لازم تستغل عنصر الجمهور واكيد السنغال برضو عرف منتخب مصر وعرف الأسماء اللي فيها وعرف ان هو فريلو استهام به ووصل معاك لغاية مئة وعشرين ديئة وكنت متحفز وذا بقولك المبارات مختلفة عن مبارات اللي هي الرايح جاي وهؤوت الزخ فاللي انا بقول ان لازم كيروش يستغل الحماس والجمهور ان هو لازم يبقى ضغط كمان على الفرقة دي من البداية زي بقولك استحواز وضغط من قدام مع الفرقة أنت لما بترجع وبتلعب في نص ملعبك وحطت ثلاثة ديفندرات أنت بتطمع برضو الفرقة اللي قدامك بقول لك هو خايف مني أنت فاهم إزاي إنما أنت لو ابتديت بالمبادرة وفي أول عشر ده أخطر عشر ده أو ربع ساعة بالنسبة للفريق الضيف هي أو ربع ساعة في المباراة بلعب خارج أرضه بلعب فسط جمهور وعارف أن في حماس وفي دوافع كبيرة فممكن تحرز هذا الهدف ده ممكن يغير لك المباراة خالص ممكن يسهلك الدنيا خالص لأن أنت برضو كل ما المباراة بتعدي صفر صفر أنت برضو ضغط عليك وهو بيرتاح لأن برضو الصفر صفر هناك هو ماشي أنا لسه عندي مباراتي هناك إنما لما جون في البداية ممكن ربنا سهل مثلا الشوت التاني تحرز تدعم الجون بجون تاني يعني سيناريو الأروع لو حصل يعني بس ده إذا أقول لك محتاج تركيز محتاج إن فيش حد يبخل بأي نقطة عرق ولا جهد اللعبة تبقى متحمسها وعندها هدف إنه يعتبر إنه المباراة الأولانية دي هي المباراة ولو الأخيرة ما فيش مباراة تانية عشان أقدر أدي كل طاقتي وكل اللي عندي وربنا يسهل بقى في التانية يعني ما قدش أحسب حسابات الراجل ممكن يبقى شايل هم الإجهاد المعظم يعني لعيبة منتخب المصري والله حتى المحترفين برضو يعني أعتقد يعني ورحلات صفر بلعب على طول واتريسجير بلعب هناك ومرموش ومصطفى شايف إنه ده يبقى مؤسس عشان كده في بداية كلامي قلت لك أهم حاجة إنه يوصل اللعيبة لصفارة الحكم واللعيب هوقف على رجليها اللعيب لو أحسن لعيب في العالم أحمد ومش في حالته أو مش قادر هيبقى زيره هيبقى يمكن الشبل صغير حسن منه فهو أهم حاجة يوصلوا إنه هم يكونوا جاهزين بدنيا ونفسيا والنفسية كمان بتقدر تتغلب على الإجهات شوية بيكون فيه دوافع كبيرة وفيه جمهور وفيه محدش بيبخل يعني طيب فيه مراكز مختلف عليها يعني صلاح ضمن مكانه خط الظهر كله عمر والوينش وعبد المنعم وفتوح برضو إلى حد كبير يعني لو جاهزين طبعا والاختلاف نص الملعب والنحي الشمال نص الملعب وفيه بعض يعني ناس تقولك دايما أو الناس بتكلم في ده تريزيجيب داية ولا مرموش وليه ده وليه ده تمام إنني ولا السلية جنب حمدي وهل يبدأ بزيزو ولا محمد مجدي أفشا فيه سنوئيات كده كبداية أنا أنا عارف من الأوراق دي كلها ممكن تلعب تاخد في التسعين دقيقة بس مين يبتدي ومين يقعد دكا تمام تريزيجيب ولا مرموش أنت قلت لنا تريزيجيب تريزيجيب زيزو ولا أفشا لا أنا في رأيه أفشا يأخد كل اللي عنده لأن أنت محتاج برضو أفشا ما عنده سرعات هو أفشا أنت محتاجه في السيناريو الأولاني أنه هو يعمل الاستحواز ويعمل بساطة واللعيبة لسه بحالتها صلاح لسه ما أجهدش الفراو ده مصطفى كلام من ده يبقى عنده دكة جمدة جدا من زيزو مرموش تغييرين ممكن يبقوا جمدين أوي لأن زيزو لعيب كرة كويسة أوي عنده سرعات عنده تصويب عنده كرصات كبيرة كذلك مرموش صغير في السن وهيبقى نازل برضو بكل طاقته عايز يعمل برضو الفارق وعنده سرعة كويسة فدول ممكن يبقى يخلو لك الدكة تقيلة شوية بس لازم في البداية أكتر واحد يجيد الموضوع الاستحواز ده هو أفشا فلازم يبقى موجود زي بقولك من الأول ولعب باتنين بس اللي هما الدفندرات لأن انت مش معقول هتلعب بثلاثة دفندرات هنا هتلعب بثلاثة هنا في القاهرة هنروح نلعب بكم دفندرات هتلعب بخمسة هناك ولا إيه أنت فاهم إزاي وزي بقولك دي بتقلل مليون في المية من القوة والضغط الهجومي بتاعك أن انت بتلعب أنا بتهالي كمان كابتر حشيش بحس شوية أنه اللعيبة بتقراها يعني أنا لو في سكواد المنتخب ولاقيت أنه مناسبة زي دي عشان اتقهل بطولة زي كاس العالم وبالعب في السادق قاهرة قدام الجمهور ده ومدير الفني بيقول لي أنا هلعب بثلاثة دفندرات أحسه أنه مش واثق في إمكانيات مش واثق والآن وخايف من الفرقة اللي قدامك وحسن الفرقة اللي قدامك عندها عناصر جامدة دي بتقلل مني شوية إنما لو العكس حصل لا إحنا متخب مصر وعندنا تاريخ كبير وعندنا لعبة كمان كويسة تقدر تشيل يعني لو أي اتنين من الدفندرات اتحطوا ولعبوا قدام الناس المساكين وخط الدار أعتقد أن يعني السنجال مش بتلعب إنت مثلا برشلونا ولا بتلعب ليفربول يعني 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 انت فاهم إزاي إنت الند وإن شاء الله تبقى أحسن في المطش ده طيب زي ما هدفنا إنه إحنا نسجل يعني يعني نلعب جيم هجومي ونحاول نسجل واحد أو اتنين في السنغال أنا بشوف إنه هدف برضو مهم جدا نحن نستقبلش للهي قل أهمية عن إنه إحنا نسجل يعني مهم قوي إنه السنغال ما تجيبش جوال هنا الدور اللي يقوم به وفيه كلام الحقيقة كمان على فكرة عبد المنعم والوينش وخطورة السنغال في الكرات العرضية وخصوصا أنهم عندهم ما شاء الله هجمين يعني لو جبت أي فرود من السنغال وحطيته جنب فيه فروق في السرعات فيه فروق في الأطوال بص أنا عايز أقول لك حاجة الوينش صحيح مش طويل قوي إنما عنده ارتقاء عالي جدا جدا وبيلعب بدماغه يعني ممتق هايل كذلك برضو محمد عبد المنعم اللي أنا طلبه من الديفنس في المباراة دي وخصوصا أول ربع ساعة أو تلت ساعة اللي هو اللعب السهل يعني مش المطش ده اللي هخليك تظهر تلعب مثلا متخب العالم ايه انت بتلعب وبتأدي وبتشيل الخطورة عن مرماك بدون فزلك لو قادر تلعبها طويلة لعبها ما فيش أي مشكلة في الموضوع دو أحسن ما تتقطع منك وتيجي هدف لأن الهدف غالي قوي لقدر الهدف فيك هيربك لك الحسابات هيدخلك انت نفسيا في جو انت مش قده مع فرقة كبيرة زي دي بل بالعكس احنا عايزين نصدر لهم الحتة دي لو جي فيهم جون في الحارس العملاق بتاعهم ده ما ييجي فيه جون في البداية هتفرق جدا جدا وهتبتد انت تلعب بقى ريحية هتأمن كويس قوي برضو تبادل هجمات عشان تدعم الهدف زي بقولك الوقت مهم يعني المطش ده محتاج سيناريوهات تبقى متحفظة للعيبة او ربا ساعة عمليه و اكيد الرجل مش هيدخل الاستاذ اللي ما يبقى عنده كل سيناريو هيتفرق فيه ازاي طبعا ما تفجيش يعني ما تفجيش يعني وهيبقى مقري لعبته طبعا يعني لو حصل كذا او جبنا جنف الاول بدري هيبقى الطريقة كذا لو لقدر لاستقبلنا اكيد طبعا الحاجات دي لان انت عارف مش هتحصل في ساعة المطش لا يمكن لان انت في المبارات القوية الكبيرة المهمة اللي زي دي بيبقى كل شيء وارد ايه اما بتلعب مثلا فرقة قليلة بتبعنا هضغط عليها من بدري ونجيب الجن الاولاني والتاني والتالت ونلعب لعبنا انما انت بتلعب فرقة وارد يعني يعني مبارات النهائي انت مش اول عشر دقايق ممكن اسألك سؤال في مبارات النهائي لان الناس دايما حاضر في زينها يعني الناس وهي بتفكر في مبارات الجمعة دايما بتقارن بين المطش اللي هي مستنية والمطش الاخراني اللي بين ماذا لو يعني خلينا نرجع للمطش نهائي امم افريقيا ماذا لو انه منتخب مصر عشان يوصل للمبارات النهائية كان مشواره عكس مشوار السنغال يعني السنغال هي اللي لعبت كودفوار والمغرب والكاميرون صحبة الارض والجمهور صحيح ولعبت تلات مطشات دول فيهم اكس تاين نص ساعة طبعا وماذا لو في المبارات النهائية غاب عن السنغال احنا غاب عننا الباك اليمين الاساسي طول البطول طبعا غاب عننا حريس المرمى محمد شناوي صحب وجابة اللعب جيم عالمي طبعا طبعا برضو غاب يعني كان فيه غيابات مؤسرة صحيح وما كانتش ليها بديل لدرجة وظفت مثلا امام عشور باك يمين ملعبهاش صحيح ماذا لو كان السيناريو مختلف في مواجهة النهائي كانت النتيجة بالضرورة تبقى مختلفة من مواجهة نظر اعتقد ان كان ممكن نبقى احسن من كده نبقى اكسر ايجابية لان انت برضو ما بيحصل عندك نقص في التشكيل الاساسي وبتلعب ناس بغير اماكنها بتبقى حاسس برضو ان انت عندك نقص نقص خسور خسور في حتة معينة يعني بدل اللي فيها بيلعب مثلا 80-90% ممكن يقدي كويس او يلعب 50-60% فبقى عندك خسور في النحية التاكتيكية كمان لان انت بتبقى معتمد على الاساسي في حاجة معينة الراجل اللي بيلعب بديل ده انت بتقول ايه يا رب بس يمسك نفسه يبقى كويس يقدر يقدي والله هو كان بيلعب على ساديو ماني يعني هاي يعني عمل مبراء كويس جدا كذلك الاجهاد انا ما اعتقدش ان المبراء بتاعت الجمعة لعبة منتخب مصر هيبقى مجهدين زي ما قابلوا السنغال في الكاميرا طبعا استحالة ايه زي انت بتقول شوف اللعب ومين المشوار كان عامل ازاي في مدة قليلة اقصى طاقة في كل حاجة جارية والتحمات وسرعات وضغط عصبي انت طلع من ثلاثة نهائي ثلاثة نهائي انت كودفور نهائي مغرب نهائي صحيح تلقى ثلاثة نهائي غير الاخير فانت مجهد زهنيا وعصبيا نتيجة برضو الاكسترا تايم وضربات الجزاء والتنشان اللي انت كنت فيه والاجهاد بقى بتلعب مع لعيبة يعني برضو كلهم محترفين كل الفرق مشوارهم كان سهل قوي في البطول والسنغال ما ظهرتش في البطولة الحقيقة خالص بالزبط قال في الاخر فانت برضو كان ممكن الموضوع دوت لو العكس يفرق معك جامد اعتقد المباراة يوم الجمعة ما عندكش مهما العيبة كانت مجهدة من مباراة الدوري مش هتبقى بنفس حالة الاجهاد لان برضو اعتقد ان المداربين بتوعهم هنا برضو كانوا بيريحوهم في بعض المباريات ومباراة برضو الدوري او اذا كان النادي الاهلي او طبعا النادزة مالك في البطولة الافريقية مفهوش برضو الضغط العصبي القوي زي ما كنت هناك في فترة ليلة بس تفرق حاجة بقى البطولات المجمعة هنرجع تاني والمبراء وقصة طبعا لان انت بتبقى عايش مع زميلك لمدة شهر اقامة كاملة ومعسكة قبل البتاع تفكيرك واحد والحالة كمان لما بتاخد الحالة جوها البطولة بتتصاعد زي ما الحالة الفنية بتتصاعد الحالة النفسية والحماس بيتصاعد والامل بيزيد صعب ان انا استعيد الحالة والتوحد والشخصية والروح بتاعت الفرقة والله مش صعب لان انتو احمد الاعلام للفترة الاخيرة بصراحة مدعم المنتخب كويس قوي قوي زي ما انت بتقول الانتقادات والحاجات دي وان كان في بعض الناس بتتكلم بس قلت قوي عن بداية كيروش ما كان موجود كله دلوقتي الى صوتها يعلو فوق صوت المباراة خد بالك برضو انه المنتخب انا مش بكلم على كيروش كمدير فاني انا بشوف انه اللي حصل الرجل طبعا ليه يعني ليه تقديره واحترامه واكيد ليه دور في ده لكن انا بشوف انه اللي حصل من المنتخبنا في امه وافريقيا بيرجع في المقام الاول الاخير للعيبة نفسها طبعا لروح اللعيبة واسرارهم اللعيبة كانت عايزة اللعيبة كان عندها رغبة انها تفرح الناس وانها تعمل حاجة عكس التوقعات لان المنتخب اللي بدأ البطولة دي قدامنا جيري انا فاكر مش ناس البدايات المنتخب اللي ما كانش يدي اي بارقة طبعا لأي حاجة ممكن اغب الزبط جد اللي عايز اقوله لك ان انا اكاد اجزم ان الروح المصريين ودي مش حقيقة مش كلام في الهوى يعني روح المصريين وحبهم لبلدهم كبير جدا جدا انا ما شفتوش طبعا كل واحد بيحب بلده اللي اتربى فيها انما روح المصريين فعلا بتظهر في اوقات الشدة وان احنا لو جبنا بالذاكرة ويقش الستاد ويلاقي المدرجات مليانة كده والهتفات وعالم مصر ده بيحرك بيحرك الدنيا بالزبط والست شادية بتجلجل في الستاد كده ان شاء الله يبقى عامل عامل كبير انا اتكلمت معاك على النواحي الفنية الفارق بين المنتخبات فرصة كل منتخب الاجهزة الفنية عايز اتكلم معاك في جزئية ممكن برضو يبقى فيه شغل عليها مع لعباتنا لانه انا بشوف انه جزء كبير من الجيل ده ممكن مايلحقش كاس العالم اللي جاي طبعا وانا بتهيقلي انه اهم حاجة لقيل عيب كرة كل البطولات القرية مهمة اعلم مستوى لكنه نلعب كاس عالم اعلم مستوى دي حاجة يعني يعني كل اللعيبة بتاع احلم بيها الناحية الدوافع الشخصية بقى دي الجيل ده من اللعيبة انه يروح بطولة كاس العالم اللعيبة اللي بتلعب بالوقتي تبص على لعيبة مصر او تاريخ مصر فيه لعيبة كتير جدا 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 جات عظيمة ما لقبتش كاس عالم انما دايما الناس فاكرة مين المجموعة بتاع التسعين المجموعة انا مركز على تسعين ليه لان التسعين عملوا نتائج كويسة وكان الاداء كويس قوي اي ولندا وانجلترا وارلندا خلاف طبعا الكاس عالم الاخير اه وصلنا وكده بس ما كانش طبعا الاداء على المستوى لان الناس حبه في كاس عالم انها توري طعم الكرة المصرية حلاوة الكرة المصرية اداء مصر اي واخد بالك عشان كده كفر كزنة بصراحة في النصفة بتاعة روسيا خالص فانت كل الناس او كل الاجيال بتفتكر دايما جيل تسعين بتاع كاس عالم لسه الناس فكرها لغاية دلوقتي وانا بحس ان هم لهم قيمة الحقيقة كبيرة يعني عشان وصلوا وفرحونا وكان بعد سنين طويلة جدا وكان ماتشات برضو يعني يعني مصر وانجلترا ومصر وهولندا أقل ماتش فيهم مصر وايرلندا بالضبط لكن انت في لا بسعودية ولعبت سعودية وروسيا وارجوي يعني مع كامل التأديل والاحترام وانتخبات فما علمتش وما سمعتش يعني ماتش مصر وبرازيل في كاس القرات ولا مصر وايطاليا في كاس القرات عشان كده اللعيبة زي بقولك ان هم لازم يعملوا تاريخ ليهم اللعيبة لا لا اسمح لي هروح لفاصل وهرجع كامل كلام مع حضرتك لانه الحقيقة كمان عايز يعني اركز شوية كمان على ما بعد مواجهة القرار لانه مواجهة تانية مهمة في منتقى الأهمية بس هتسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا في السادسة مع الجنين العرضة كابتن محمد حشيش ان شاء الله بإذن الله قادرين ناخد تسكرة التأهل لكاس العالم اكيد يعني احنا مصر في الأول وآخر ممكن يبقى عندنا دروب شوية ممكن يبقى مش في أحسن أحوالنا لكن في النهاية برضو احنا منتخب مصر وبسخصيتنا وروحنا وبجماهيرنا اللي انا حاطت عليها أمل كبير جدا انها تكون عنصر مؤثر في حسم جولة القاهرة ان شاء الله بإذن الله نقدر نخلص بس مطش القاهرة وبعا كده يبقى نفكر بقى في حيث حسابات السنغال وبتهيالي لو عملنا نتيجة كويسة زي ما اتفقيت أنا وكابتن حشيش نقدر ان شاء الله يعني نروح السنغال مرتحين على الأقل ما فيش ضغط أو التواصل هي خطوات يعني محطة القاهرة ومحطة السنغال بمناسبة خلينا ناخد رأيك في الأسماء اللي ما كانتش موجودة ما عاشتش مع المنتخب الحالة اللي احنا اكلمنا عليها واللي خلت المنتخب بيوصل نهائي لبطولة اللي كان عندنا دونجا عمر جيبر من البيراميدز أفشا وياسر إبراهيم من الأهلي العيبة دي تخش ازاي في الدنيا وشايف انه ممكن الرجل يعتمد عليهم كأساسيين أو على أسماء منهم كأساسيين في مباراة بس هم كلهم لعبة كبيرة وكلهم جديرين انه هم يبقوا في مرتخب مصر سواء في المرحلة دي أو قبل كده بس هيها ظروف اختيارات كذلك الناس دي سواء بتوقع بيراميدز أو النادي الأهلي بيلعبوا في البطولات الأفريقية سواء أبطال أو كونفدرالية فبرضو عندهم الحس الدولي والحس الأفريقي والكلام ده مش من فترة كبيرة ده لسه كلهم نايهين المطشط بتاعتهم لسه الأسبوع اللي فات فهم يعني زي ما بيقولوا وأي واحد فيهم لو حصل أي ظروف ممكن يقدي وهيقدي كويس مو مش غريب على منتخب مصر يعني تسمح لي اعترض بس في نقطة الحقيقة أنا شايف أنها جديرة بأن احنا نعترض عليها ولا بد أن حد يتكلم فيها مع بسر كيروش مطشنا 25 المطش القاهرة مطش السنغال داكار يوم 29 المعلومات اللي عندنا أن الرجل قرر أنه بحثت منتخب مصر تسافر يوم 27 ده معناه أنه في رحلة سفر وفي حالك متفق معه أكيد أنه رحلة تبقى مجهدة بعد مطش أنت لسه لعب من 48 ساعة مباراة هتبقى في منتهى القوة معناها أنك هتوصل السنغال يبقى عندك 28 بس اللي هو التدريبة الأساسية للمنتخب وتلعب 29 هل شايف عارف أنا لو بفكر لو أنا في إيدي الموضوع أسافر 25 يوم المطش بالليل أخذ التعب مع التعب كله على بعضه يعني يعني اتعب المباراة مع تعب السفر أخذه كله ورا بعضه وريح بقى الـ 26 هناك عشان يبقى عندي 27 و 28 في أي مطش خارجي فيه كده تبقى مرحلة تأقلم طبعا يعني أنا أشوف الجو أشوف دي هتديله زي أنا بقولك حمد إيه إنه إنه التعب بتاع المباراة وبعدين تريح يوم والتاني وبعد سافر تتعب تاني إنما أنا لو خدت التعب كله ورا بعضه أنا أنا وفي نفس الوقت وجودي في الأجواء هناك من يوم 26 أبقى موجود على الأرض وعلى الملائب وعلى الكذا أقرب كمان اللعيبة من الزكرة بتاعة الأمم الإفريقية نتلموا تاني لمدة وليكن مدة ليلة إنما دخلوا تاني في الأجواء الإفريقية والعيشة اللي هناك هو تفكير بس هنرجع نقول كل واحد بيبقى له مدرسة هي مدارس مختلفة والقرار ده طبعا بتاعه هو اللي هيتحمله سواء كده أو كده لو مطش هنا انتهى بالتعادل السلبي تمام تشوف سيناريو مواجهة الدكار إزاي هل ممكن يبقى المنتقل المصري مازال عنده أمل والمواجهة الأخيرة مليون في المية مليون في المية لأن برضو الفريق اللي قدامك ما بيلعب خارج أرضه غير على أرضه على أرضه حيبقى يعني لو حصل إنها سفر سفر في القاهرة والمباراة هناك هيبتدي ضغط عليك من البداية عشان يخلص المطش من البداية ضربات الجزاء ما تنفعوش يعني مش هتنفعوا كل مرة واخد بالك إزاي فهو عايز يخلص من بدري بالتالي هيبقى فيه مساحات مفتوحة في الملعب اللي بيوجدها صلاح ودي أهم حاجة هتبقى الموضوع مختلف فهو على حسب المباراة الأولانية ونتجتها هيتم اللقاء هناك من تشكيل ومن أداء ومن طريقة ومن خطة يعني إيه الأخطاء اللي مش مسبوح بيها في مواجهة القاهرة أن يجي فيه جون يعني دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا هتدربك لك الدنيا وهتدخلك بقى في حسابات أخرى يعني ياخد بالك إزاي ولقدر الله الأخطاء دي صاحبها بيبقى صعب عليه أنه يقدر يكمل أو يستمر في الملعب لأنه عارف يعني مقدار الجون اللي هيدخل اللي قدر الله فيك هنا يبقى عامل إزاي كلمة للجمهور اللي يحضر مباراة في الملعب كابتن حشيش التشجيع لا ينتهي من قبل المطش وأثناء المطش لو لقدر الله حتى حصل ده يعني جي فينا جون ولا حاجة لازم الجمهور يشجع لأخر لحظة لأن الكرة علمتنا أن الأهداف بتيجي في ثواني وآخر ثواني وبلاس تسعين ويبصوا للنادي الأهلي يعني حفظوا بالنادي الأهلي كل التوفيق لرجالتنا نتمنى إن شاء الله بإذن الله مباراة طليق بينجومنا الكبار جدا اللي سقطنا فيهم ما لهاش حدود ووثقين تماما أنه لو الروح والإرادة والتصميم والتركيز اللي كانوا موجودين في بطولة أفريقيا ده معدن منتخب مصر الحقيقي اللي احنا شفناه قدام كل ديفار والمغرب والكاميرون على أرضها في وسط جمهورنا وحتى السنغال في ظروف صعبة جدا وقصية جدا على أي منتخب وأقوى منتخب أن نلعب فيها مباراة نهائية قادرين إن شاء الله مع إن احنا بنعب على أرضنا ومع إن في جمهورنا في المدرجات إن شاء الله بإذن الله إن احنا نعمل جيم كبير جدا ونحق النتيجة إن شاء الله نتمنىها تكون مريحة قبل من نروح للمواجهة الأصعب فيه دكار بشكرك شكرا جزيلا شكرا محمد وشرفتنا إن شاء الله نبقى اللقاء اللي جايب متفقلين إن شاء الله بإذن الله يبقى فيه مكسب لمنتخب مصر واجي هنا معاك بعد يوم 29 يحتفل إن شاء الله بإذن الله والقرع نبقى من تباح القرع في أول إبريل إن شاء الله وقرع الكافر عالم نتمنى إن شاء الله أن يكون حسابنا إن شاء الله بإذن الله بشكر حضراتكم على المتابعة وعلى كل خير نتقابل إن شاء الله في نفس التوهيد السادسة على شاشة الأهلي شكرا لحضراتكم